إلى القاهرة مشاهدين حيث شدد وزير الخارجي المصري سمح شكري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وأهمية تكاتف الجهود الدولية ووحدة الرسائل الموجهة للأطراف لتحقيق هذا الهدف إضافة إلى عدم تدخل أي طرف خارجي بما يؤجج النزاع نضم إلينا من القاهرة مرسلنا أحمد حسين أحمد أهلا بك إذن ليست هذه المرة الأورى التي يصرح فيها سمح شكري بمثل هذا التصريح يحاول تهديئة الأوضاع ويحث طرفي النزاع على التهديئة وسلك طريق سلمي ما أبرز ما جاء في المواقف المصرية اليوم خاصة فيما يتعلق بتصريحات الدعم السريع والفيديو الذي انتشر حول الجنود المصريين نعم مصر منذ اللحظة الأولى لبدء الصراع المسلح في السودان كانت واضحة بأن ما يحدث هو شأن داخلي وأن على طرفي النزاع أن يستجيب لدعوات وقف إطلاق النار بشكل فوري وركزت مصر في أكثر من مناسبة على الحديث أنه يجب عدم تدخل أي طرف دولي بالصورة التي قد تؤجج من هذا الصراع وتدفعه إلى مزيد من الاشتعال جاء هذا في بيانات متعددة ومتعاقبة صدرت من وزارة الخارجية المصرية منذ اليوم الأول جاء أيضا ذلك في تصريحات للرئيس المصري وفي بيان لرئاسة الجمهورية المصرية وأيضا جاء هذا في كل الاتصالات التي أجراها سامح شكري مع عدد من نظرائه من وزراء الخارجية سواء إقليميا أو دوليا اليوم تكثفت هذه الاتصالات سامح شكري استقبلها اتصالا أو أجرى اتصالا مع نظيرها البريطاني وأيضا مع نظيرها الشادي ونظيرها العماني كل هذه الاتصالات ركزت على كيف يمكن أن تحدث الوساطة الدولية أو الوساطة الإقليمية وهذه الجهود وقفا فوريا لإطلاق النار يسمح هذا الوقف للاتصالات الدبلوماسية بالدخول والحديث ربما والجلوس ومحاورة الأطراف وجها لوجه هذا هو التركيز المصري في الوقت الحالي فيما يتعلق بسؤالك عن الجنود المصريين طبعا قوات الدعم السريع اليوم أعلنت أنها سوف تنقل هؤلاء الجنود من مراوي إلى العاصمة الخرطوم لم تصدر مصر أي بيانات رسمية أو ردود فعل على هذا الإجراء مصر في أكثر من مناسبة أوضحت موقفها بشأن الجنود وأنهم كانوا في إطار مشاركة مع نظرائهم من القوات المسلحة السودانية في تدريب عسكري مشترك وبالتالي هم ليسوا طرفا في الصراع وقوات الدعم السريع أيضا في اليوم الأول عقب بيان القوات المسلحة المصرية التي طالبت فيه بالحفاظ على سلامة هؤلاء الجنود قالت أنهم سيظلون آمنين وقوات الدعم السريع بدورها أعلنت أنهم ليسوا طرفا في هذا الصراع وأن احتجازهم هو بهدف تأمينهم والحفاظ على حياتهم لكن هناك تخوفات وتشككات من أن نقل الجنود من مراوي إلى الخرطوم ربما ليس هو الحل الأفضل أو ليس آمنا على حياة الجنود خصوصا أن الاشتباكات تتركز بشكل أكبر في العاصمة الخرطوم ربما خلال الساعات القادمة يتكشف موقف جديد لمصر من هذا الموضوع بالتحديد نتحدث فيه معك إذا تكشف هذا الموقف الجديد شكرا جزيلا لك أحمد حسين كنت معنا من القاهرة